يا أهل البجنس كارثم وانا بث بشرك طيب كيف حال؟ أقسم أقسم بيحت الله أنا قاعد أسول في موضوع عشو فعد أقول في واحد معيان سوى لي مقلب ومجد شينه وتسمعني تقصدني أنت أبعلمك أبعطني طيب ما عدني أكملك سالة أسافة حلوة بس ما عدني أكملك ألا نعم عشان تسبق للسوالف أصلا أم أبك تسولف لا أبس أولف غير موضوع أبس أولف أبس أولف أغصب أعطني سالفتك كسريني أم أنك أيوة أسلم أبو فهات أبو فهات أبو فهات يخاف منك لا لا والله لو أني منك ما أقول السالف أبعلمك هذا قطع سوالك يا رجم علي منك أنا بأس أولف عليك يقول لك الخبر هو اللي ينسى سالفته وأنت ما أنت خبري أحبيري والله أقول لك أنت شونك طيب؟ الله بخير كيف حالك؟ بخير الله شون الوالدة؟ خلاص حبيب لا تصمر فيني دقيق هو الربع أنا منامس وأنت تقول شون العيال والأخوان لا لا شون الوالدة؟ طيب؟ شرك طيبة الله ولك الحمد لا أسمعوا وأصرف قلتم شوي مقرب أنا كنت ويسحب فراشي وما دجو يسوي ووكشم كل اللي يكتبون فهات أتسوى حالين أشيالي أنا ما أدرع عنها لا تعطيني ظارك يا أولد أقسم بيت الله كل التعليقات فهد فارع فهد فارع أنا أنا ما في شيء لي أنا 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 إلا فيه شوي بس ووي عشان المقلب أن فيه أكثر يسوي مقالبة الفلال الجول فهد فارع فهد فارع وأنا يعني أنني نظم أنني ما شوفه ما قد نقول شيء فهد فارع هو أحد موبن في ما نسويه هذا الجمهور العظيم أنا يكفين تأتي من طرعة سيف وشي قلوا شي وشي النمه الله يطول بعمره تقول الله يجعلني أبطي أحيه والله يطول بعمره يمتعبوا الصحة العافية أنا أحضر زواج عبدالغة فريدي تستحر بالله والله انا أول المدعوين الله يحييها فيذنه لي ماتنا معينه شاء الله تحضر زوجاتنا كلهم ترسل لها سيارة خاصة همم ترسل لها طيارة أم محمد ؟ أم شيف أم شيف هذا شيف لا لا أمم محمد أمم حمد ترسل لها سيارة خاصة تجيبها إلى مكان الحفل أنا اللي ترسل الله طيوعة عشر أمر أنا مادري متى تقريب بعد عشر سنين تستسليك نطول أنا زواجك كن يشوفك بعد سنة إن شاء الله لا 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 ما عندك سنة لا يكتب اللي في الخير بس مطول 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 أنا سويت مقرب خطوبة هنا بالبرنامج فحستنا وضعنا ما يصلح لك تقيل حسيتنك تقيل طينا أنا حسيتنك تقيل طينا أنا حسيتنك تقيل طينا دائم والله دائما اللي خطب إني يجي ثقيل طينا تقول بالبشت كن أنا ما أحب أبشوت أبشوت هذه مدنية والله ما أحبها أبشوت وقلط عام فطح أبو فارق ما أحبها والله والله ما أحبها يا كثرة الملح والزين بس يا حلوك حلوة تخرجني مع نفسي أسرار أنت أبو عزوز أنا أبعزوز عندنا أسرار خاصة إن شاء الله بيننا صداقة متينة ووطيدة وعلاقة مكبرة بالله لا تقدر طالعني يقول كل شيء لأنك تعاملني بفوقية هذا هو اللي ما يرضيني ولا يقنعني لا تطالعني من وراء نظارها الشمسية نزل نظارها الشمسية وطالعني هذي مؤشف هذه مي السبحة هذي ساء بس بدون إبحة تسدقونه الشتاقت المنيع يال من؟ الشتاقتها سامعني زين أشقد كلمته ألمس منفمة يقول ألمس يا فاتح موضوع أنت حيث لا يبعلو أنت كل شيء يقوله حيث لا يفهم سيف حلو سيف لو يقول كلام ما يقال لا يعني يقولوا لا يلال الله لا يلال الله أنا أريد أن أفعل اليوم فعالية قوية شرف قنده إذا بنا ربط المخرج نخش دوها ربط المخرج ونطلع قدام الناس ونقول هذا اللي ما يطلع الناس اللي تحبونهم صعبة خايفة مفارع المستواك صار سيئ أخب كيفي كيفي كانت إذا جلس سمعت تسأل السؤال فتجدني لا 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 بشرط فاتبارع خل انتهاوش مشكلة ما تضبط والله العظيم ما تضبط حاولتنا إياه كذا انتهاوش حتى حاولنا نسوي يعني مقلب هوشة مضبطك هزرين والله هزرين نحن نقدر بس نخاف العذال في اثنين عذال برا نعم اثنين الله يحفظهم اثنين الله يحفظهم عاسين وسافة سينفة الله يسترعي هذول يسوقهم طايح الله لا يسخط علينا نحن مسبوع هالحيد سوقهم طايح مهرجنا بيهم يود يفتح الكاميرا ويصور سناب بس ما يدرش يقول يا رب ستين نقاهروا يا رفحة روحوا بيها يا المدينة يا الله كريم يا حلوك يا أبو فهد عامر قاعد تواطوت برا منتجة يا حلو الطلعة اكسم بالله نقصاتك الحياة برا حلوه أثرة الدنيا متغيرة برا إذا قولت علي الجائد يقول الطلعة يوaaa اتسبر يا ولد خلني سولف على قولت علي الجائد يقول الطريعة الطلعة طلعة ايش الطليعة ثاني باء انا بأعلمه الطلعة برا اذا سلمت العزائب الاتصالات المهيب لله ان اتصالات المالا سنع فهمت لي قاعد لي سنتينتين ثلاثة ما تقعوا عليك يدقون عليك وانت برا فهمت فهي هنا يجيك للأثياء فأنا أقول لك إن سلمت العزائم ولت صلاة اللي ما لها سنة فتراك سلمت والله أنا مدري يعني مدري وش وضعي صراحة عزبته طلعت 24 ساعة طالع والله طالع بشارع بمستانس بلبة 24 ساعة يعيش شيفة بطيري والله يا أبو فاعد انتنها سنة يا أبو فاعد يعني ما بتسير انبه همراء رهبها غصت ان لا يعلم فيها لله أنت ابو نزال جمل وتشير كل شيء هذا شعندقي قايش عندي شكست جاك جاك منشن عبدالله فريدي قول له حاشت ليش أقولها؟ اللي يبقى الخطر معروف ما يحتاج الجاهر الجيء طبع عمر وأقوله جاك منشن من فعد فهرق؟ هو عارف أنه اللي بخاطري ولا واحد اشتاقه السيف والله العظيم اللي في قيدة حلاوة حلاوة حلقومي يا الربع ويحل والحل تدري أني يا أبو فاعد شهرين واربعطاش يوم شهرين وثمانطاش يوم حلوة اللي قبلها أربع أيام ما شفت ناس يعني بس أل بالمنتجع فقط وإذا طلعت أصبر يا ولد خلني يكمل أتكلم عن الطلعة أطلع يا مستشفى مني أم أحد طايح تعبان وأكل حلا 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 ربت قبل الزال أجحنا 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 مرة طلعت سجلت شيء لأ ورجعت غيره يا ولد ودي روحت قهوة مش تهنق هوا ذي بكافي مش تهنق هوا ودي بقسكم قبل أطلع مليون وناس ودي رح تأشى بطعام تخيل سيفنا اليوم أخر يوم ودي أقلقى ناس كده ما عرفوا مسلم عليهم وقلوا لونكم طيبين كيف حالكم وتمشى وروحت كل مكان ودي أقلقى والناس والسجارات والله النزح من يحب راح فيها ودي أسمع ودي أكل أشي اسمه كبسة درباس حب ودهن لقل الليلة حائفة حب ودهن عش الليلة درباس هذا منها استراحة ودي أشوف حاجة ودي رح استراحة ودي أشوف حاجة ودي رح استراحة جبت لي خطة يا عيال يجي متحمس استراحة شاق 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 ادقى ثم يروح بايتهم يرقب بس هذه أحية عنده عندي فعالية تسوونها ثم يجي بدر ولا تعمى ثم ياخذ ثارة طقطق علي ثم يروح يا جماعة عندي لكم حاجة حلوة فاضلي تسوونها وانتم جلسي راح جيبها جيبها من بره معي جيبها جيبها شاني قولك كيها رحيب طيب راح راح يجي ما يلقى أولا الحم موجودة ما وديك شرنطات على وجهك مناطي أبلك أعلمك بيدك أم ترفعها طالد فهد امشي زين امشي زين طيب هم طويل مرة هنفروض أنك تمت يادك وتجيبه وانت هنا لوفي كسم بلادكوناك قال الخشب يا بعدهم كلهم اسرى جيبنهوم الله لا يوفق هالذبان والله العظيم لو أن يلزمني لحط ريجع على قبيتها الله لا يوفق الذبان والله يوفق البسه يا بعدهم كلهم اسرى جيبنهوم يا بعدهم كلهم اسرى جيبنهوم عطني من دنياك هاو 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 خبر علينا خبر علينا layers كان وهت ليامناي يسورك كل هذو ه ferment هاوا اسرى معنا هاوا شاهي أتوقعتك مش هبو نزpes ما شاي جنم جايبه معك من دره شاي مه yeah اشتركوا في القناة